بعد أن سجل مكتب الصحة بمحافظة مأرب 176 حالة إسهال متشابهة بالكوليرا منذ بداية العام الحالي بينما لم تسجل أي حالة مؤكدة وسط مخاوف من تفاقم الوضع دشن مكتب الصحة بالمحافظة حملة توعية مجتمعية لمواقهة الوباء وذلك بمشاركة 210 من المتطوعي ومتطوعات التثقيف وفرق الاستجابة السريعة في المحافظة حضرنا الاجتماع وفهمنا عن الكوليرا وطرب انتشاره وكيف هي تلوقاية منه كلفونا بمسؤولية كل أكثر من 200 من طوعات حضرت في هذا المجال سوف ينتشر في زمام كلهم في زمام عملها ومربعها ويودن هذه الرسالة على أكمل وجه الحملة استهدفت جميع الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في مديريات المدينة بهدف إيصال الرسائل الصحية الصحيحة عن وباء كوليرا وطرق انتقاله وكيفية التعامل معه والوقاية منه نحن هنا في محافظة مأرب لجهود كبيرة تبذلها السرطات الصحية هنا في مأرب في مكافحة ومجابهة لسهلة الحادة والمشتبهة بالكوليرا نتيجة ظهور كثير من الحالات في المحافظات المجاورة وأيضا في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا وفي التدهين دع المسؤولون إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية مع ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية للتصدي للجائحة في ظل تفش واسع من خلال تسجيل عشرات الحالات المصابة بالأسهالات المائية الحادة في عدة محافظات مجاورة بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم ندشن في مديرة المدينة الحملة والتعوية المديري ككل في المربعات النزوع وكذلك السكان القاطنين في هذه المحافظة حول وباء الكوليراء المنتشر في جميع محافظات الجمهورية الذي بلغت عدد الحالات في محافظة مارب يوم واحد سبعين حتى يومنا هذا من ضمن هذه واحد ثلاثين حالة التي طلعت مؤكدة بالروبرتسة والكاستات التي تم الفحص بها الفحص السريع ولكن نحن نهل المزرعات المختبرة المركزية وكانت ناكل نتيجة سليمة ما فيش فيها شيء ولكن نخاف أن نحن متخوفين لأن محافظة مارب أصبحت وعاء ومكان استوعب الناس من كل محافظات وبالذات المحافظات التي تحتلل الحوثيين وكذلك محافظة الأخرى وصبحت موبوءة ومحافظة مارب ليست في مناع المحافظات الأخرى المكتب من جهته أعلن رفع قهزية المشتشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى تدريب الفرق العاملة والمتطوعة من أجل تثقيف المجتمع في مواجهة الكوليراء قبل تفشيها أكثر ترجمة نانسي قنقر